وحده الرصاص يكشف غموض جبهة بلاد الوا في غربي مدينة تعز وإن عدمت الرؤية هنا في هذه التلال لن تمنع المقاومة من أبناء هذه المنطقة على خوض معركة الدفاع عن منطقتهم حاولت الميليشيا الالتفاف من هنا إلى جبهة الضباب لكنها تلاقي مقاومة شديدة إذ تخوض معها المقاومة اشتباكات بعد أن ظل أبناء هذه المنطقة يبذلون جهودهم في عدم الخوض في هذه الحرب فوصلت الميليشيا إلى قريتهم أجبرتهم إذن على حمل السلاح وهاهم يتمركزون أعلى جبل الخضر بينما تتمركز الميليشيا في الجبل المقابل في شرف العنين خاضت المقاومة مع الميليشيا قتالا شرسا منذ ثلاثة أيام وسقط خلالها قتلى وجرح من الطرفين وذكرت مصادر أن الميليشيا ما تزال تحتجز ثلاث جثث من أفراد المقاومة رفضت تسليمها إلا بانسحاب المقاومة والجيش من جبل الخضر بينما رد الجيش والمقاومة بالرفض ومن جهة ثانية ذكرت المصادر أن قياديا يدعى يحيى حسين شهاب لقي حتفه في غارات لطيران التحالف بعد أن شن خمس طلعات استهدفت مناطق المشبك والأقحف حيث استخدمتها الميليشيا مخازن لتخزين الأسلحة الكثير من التحالف إن مميليك والإشارة